فرض الدولي المغربي أيوب الكعبي مهاجم فريق أوليمبياكوس اليوناني لكرة القدم نفسه نجماً فوق العادة في مصابقة دور المؤتمر الأوروبي بعد تسجيله خمس أهداف كاملة في شباك أستون فيلا الإندليزية ضمن الدور النصف النهائي من البطولة وسجل الكعبي هدفي الفوز لفريقه في الدقيقتين عشر وثماني وسبعون خلال مواجهة الإياب التي جرت أمس علماً أنه سجل ذهاباً ثلاثة أهداف من فوز فريقه الأسبوع الماضي على أرضية ملعب فيلا بارك في الدقائق 16.29.56 ضربة جزائد وانفرد الكعبي صاحب الثلاثون سنة بصدارة هدف الدوري الأوروبي بعد وصوله إلى عشر أهداف هذا الموسم ليصبح أول لاعب عربي يسجل خمسة أهداف في دور إقصائي واحد بالمصادقات الأوروبية كما أصبح أيوب الكعبي ثاني لاعب عربي يسجل عشر أهداف في موسم واحد بمصادقة أوروبية بعد المصري محمد صلاح نجم ليفربول بالإضافة إلى كونه أول لاعب إفريقي يسجل أربع عشر هدفاً في موسم واحد بدوري المؤتمر رفع الكعبي رصيده التهديفي الحافلة لإثنان وثلاثون هدفاً في جميع المصادقات التي يشارك فيها أوليمبياكوس هذا الموسم وينتهي المهاجم المغربي مع أوليمبياكوس متم الموسم الجار إلا أن مسؤولي النادي اليوناني بطلب من مدرب الفريق خوسي ميندي ليبار بصدد تحضير عرض جديد لللاعب المغربي بشروط مالية أفضل لتمديد مقامه